حال الواقع يغني عن السؤال حيث باتت مشاهد الفاقة مألوفة في مراكز النازحين ودور الإيواء فالحرب تركت أثرها على الإنسان تشريداً وتهجيراً ونقصاً في الغذاء وصلت أعداد الأشخاص البيعان من إعدام الأمن الغذائي لـ 18 مليون شخص الأسوأ من ذلك أنه في حوالي 5 ملايين من هؤلاء الـ 18 مليون هما في وضع الطوارئ بالنسبة لإنعدام الأمن الغذائي وما يزيد الوضع خطورة أن البرنامج قادر يوصل لـ 10% فقط من هؤلاء الأشخاص نسبة لتواجد أغلبهم في مناطق يستعر فيها القتال تحذيرات أممية ومخاوف من انحدار البلاد نحو المجاعة وتقول تقارير إن ذلك ما رده إلى تأثير الحرب في الإنتاج الزراعي يضاف ذلك لخروج بعض الولايات من الموسم الزراعي وصعوبة إيصال المدخلات الزراعية وتشريد المزارعين من أراضيهم في المناطق التي تقع تحت وطأة الحرب لا أحد لديه معلومات عن مجاعة وأنا طرحت هذا التقرير الآن لدى الجميع التقرير لم يذكر مجاعة إطلاقا قالوا أن هناك عدد من الناس في الولايات التي سيطر عليها مليشيا الدعم السريع قد يحتاجون إلى غزاء وهذا أكيد تتزايد أعداد النازحين يوما بعد يوم ويزداد معها حجم المعاناة ونقص الغذاء لدى المتأثرين بالحرب فيما تشكل منظمات الإنسانية من صعوبة إيصال المساعدات إلى المحتاجين في ظل استمرار الحرب في أكثر من ولاية في السودان لم تنتهي مخاوف أهل السودان ومأساتهم عند المعارك الدائرة الآن إذ إن حربا أخرى تلوح في الأفق قد تكون أشد فتك وإذا لم تتوقف حرب الرصاص وتفتح المسارات لإيصال الغذاء والمساعدات إلى المحتاجين فسيكون للموت حصة أكبر من أرواح الجائعين في السودان أشواق صيف الدين تيراتي عربي بورد سودان